إذا منحكي عملنا على الشباب، بدأ أرجع على الشباب، قدرش اليوم أنت بنظرك أنه في إقبال أنه يستشيروا ويسألوا ولا بيعتمدوا على معرفتهم الذاتية، بيقرأوا لحالهم، بدرسوا لحالهم الخطة الاقتصادية، بيفوتوا على مواقع وين أكتر موجودين الشباب؟ حلو، الشباب أكتر بما أنه حكينا أنه الجيل الأكبر، الأكس وأوائل الواي، مش هلكت بآمنوا بالعملات الرقمية فأظن الجيل الجديد اللي هو عملية الزد وآخر الواي صعب يستشيروا أهلين، هل أنا لازم أستثمر؟ مع أنه شخصياً بيكون مآمن بهذه الشغلة، وما أظنش أنه يرد على الجيل الأكبر بما معناه فالجيل الجديد عن بكرة، وبيلجأ للإنترنت عشان يتعلم مع أنه كثير مهم أوضح هذه النقطة أنه مش كافي أنه نقدر نستثمر حتى بالعملات الرقمية وبسوق المال بدون توجيه معين، بدون ما أنه نتعلم عن طريق إن كان معهد ولا إن كان ناس اللي هن ترافقنا بهذا المجال الوصص الاقتصادية المفروض يكون لدينا منموم معلومات، المفروض يكون لدينا معلومات اقتصادية أولية اللي إحنا دارسينها، وفاهمينا عشان نقدر نعمل هذا البزنس أو هذا الاستثمارات ونعرف وين نحط المصاري بشكل جيد يعني بالآخر إحنا بحاجة كمان لمرافق، إحنا مش لحالنا نقدر نشتغل فالمرافق ممكن يكون هو الاطلاع بالإنترنت، بس كمان مفضل يكون استشارة لأشخاص مختصين بهذا المجال طبعاً كل واحد بده يفوت على هذا المجال، شو الهدف تبعه؟ إذا بس بده يحط مصريات ويكون فيه مستشار استثماري اللي هو يدير له كل هاي المصاري، بقدر يساويك إشي بس على الأكل يعرف هاي الأساسيات كل الاقتصاد العالمي شو كل العوامل اللي بتأثر على سوق المال إذا يفوت على سوق المال يطلع وين تيفوت وين تيفوت كل التوقيت هذا والشباب اليوم عم بتفضل إنه هي تدير الملف الاستثماري تبعها بإيدها وبيفكروا إنه المصاري رح تيجي بشكل سهل عم بحطوا مصريات هنا بسوق المال بدون معلومات هاي الأساسيات وبدون ما يكون في عندهن مرجع معيان وعم بخسروا كتير مصاري اشتركوا في القناة